حلقة جاية في توئيد كمان مهم الأهلي بيستشرف فيها العام الجديد برؤية جديدة بفكرة جديدة بأدوات جديدة بطموح جديد طموح لعله تبلور مع نهاية 2018 بشموندس مدير فني جديد هو الأول مرة لاتيني يقود الكرة الأهلوية بأفكار جديدة برغبات جديدة بقدرة على التحدي الجديد كمان مع هذه الإضافات الجديدة على قيمة الأهلي مؤكد أن يعني الناس مترقبة يعني يعرف الفضول كله قاعد مترقب عايز يعرف الأهلي في شكله جديد حيبقى عامل إزاي الإضافات حتنجح مع الأهلي إلى أي مدى وشاء أن يكون الاختبار الأول في السنة الجديدة اختبار قوي جدا مع أحد فرسان المقدمة وثلاثي التنافس فطبعا يعني يزداد التراقب ويزداد الفضول مع مدرب جديد كل الدلائل بتقول أنه هو قادر على أن يقدم الجديد أيضا وهنا بنحلك لكلام لسارتي نفسه المدير الفني الأورجوياني في المؤتمر اللي عقده النادي الأهلي لتقديم المدرب الأورجوياني الرأي العام الراجل قال كلمة مهمة في السياق ده أنه بالتأكيد بصمته وفكرته والشكل الكامل ليه مش هيظهر فجأة وأنه بيشتغل في بداية الموسم في نص الموسم وبالتالي هيكون حريصة على أنه يضيف أفكاره واحدة ورد تانية مش هيقدر يغير الشكل تماما لا استراتيجية اللعب ولا أسلوبه ولا الطريقة ولا العناصر قال إن أنا هتفرج وحرصد وهعمل ولما اتكلم بعد كده قال إن أنا عندي فكرة كاملة حتى لما قال للعيبة قال إن أنا عندي فكرة متكاملة عن كل العناصر تقريبا لكن هياخد وقت بالتأكيد عشان يقدر يفرض رؤيته واحدة ورد تانية بشوانيس هتصور إن مش قبل أسبوعين أنا ما يقدر يقولك أنا فهمت هو لقت بعد اللعيبة لقت زكاء بعد اللعيبة لقت نشاط بعد اللعيبة اللقط يعني العلامات المميزة للي عنده حاجات زيادة لكن عشان نقدر نقول إنه يقدر يقيم الفريق محتاج وقت محتاج وقت ومحتاج مباراة مباراة ولذلك أعتقد إن الفطرة القادمة ستشهد تقليد جديد ربما بإقامة مباراة ودية عقب المباراة الأولى في أغلب الأحيان يعني أنت بتلعب النهاردة بيبقى في مباراة ودية كل هذا بهدف إعداد البودلاء تحفزهم وضعهم في الضوء أيضا مساعدة الجهاز الفني الجديد على إنه يكتشف كل القدرات المتاحة إليه إذن ترتبات احترافية عالية عناصر متاحة متميزة تدعمات قوية في صفوف الفريق منها ما قد تم حاسمه ومنها من ينتظر لكن المؤكد أن لا أحد يألو جهدا على الإطلاق في سبيل استعادة فريق الناد الآلي لقوته والمكانته والوضعيته بإذن الله ترجمة نانسي قنقر